بقى جاءت تحية بضيوفي كابتن عادل طعيمة وكابتن محمد حشيش وكابتن أحمد بلال كابتن عادل شفت بقى الشوط التاني ازاي بداية ألف مبروك للفريق النهاردة أدى شوط الأول نوع من التبادل الهجمات الشوط التاني تقريبا شبه سيطرة يمكن في آخر عشر دقايق فريق بيربز بعد ما يجيه في الجول ابتدى يتحرر شوية لكن لفت نظري بعض حاجات أولا تغييرت هشام تغييرة رائعة كنت كنت بالطالب من بداية المباراة أن هشام يبقى تغييرة مؤثرة وفعلا لما نزل عمل خطورة على المرمى أحرز كتسبب في هدف الفوز للمباراة ميشو نجمل المباراة الأوحد من الفريتين شايل كل خورة خطيرة وراء زميله وراء الظاهرين لما يغطي لما طارق طلع مرتين في الشوط الأولاني كان يغطي على خط المرمى بيلعب بقلب بيروح بقتال وكذلك هشام حتى هو تسبب في الهدف صحيح لكن لما كان بينزل كان بيعمل عملية ربط ما بين الأطراف ما بين الباكليفت والهافر للاحيته كان فيه نوع من الانسجام وعمل نوع من أنواع الاستحواز لما بيروح ناحية يمين أو ناحية الشمال برجاله وصرعته لحقيقة نزل بروح قتالية عالية جدا ظهرت خطورة إيجابية فعلا الحاجة الثانية الحاجة الثانية أنا بس بقول يوسف لعب أكتر من رائع النهاردة ما ظهر شي لأنه أنا بقول أن الرجل ده ممكن يلعب صانع لعب في العمق زي نصر ماهر كده لأنه هو بيتميز بالحطة دي لما بلعبه على الطرف بفقد الميزة دي فهشام لما يلعب ناحية يوسف ويوسف يبقى للداخل لأن صلاح ديفندر مش هو صانع لعب لذلك كان عملية الرابط ما بين مهاجمين كانت عملية فيها قصور شوية ميشو النهاردة عجبني جدا 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 محمد عبارة ميشو محمد حاجة حاجة يعني حاجة محمود إبراهيم محمود إبراهيم هو اسم محمود إبراهيم بس اسم الشورة محمد عبارة ميشو ده مساك محمود إبراهيم